وقبل ما يجيلك تقاب معنا فقرة نفسيتك مسؤوليتك بنرحب بدكتور عبادي عبدالجواد دكتور الطب النفسي بجامعة بريدش بنرحب بيك يا دكتور أهلا بيك يا عمر مبدئيا يا دكتور كده اشرح لنا الحالة العامة للشعب والله أنا مش بسميها حالة على قد ما هقدر أسميها عرض تمام يا دكتور اشرح لنا العرض المسيطر على الشعب والله مش هقدر أقول مسيطر على قد ما ممكن أقول سائد طب اشرح لنا أي حاجة يا دكتور انت عرفها اه أنا كده تمام أنا كدكتور محبش أكون مقيد والله الشعب المصري بيدور في فلك عدة أمراض ما بيخرجوش عن الإطار طب يا ريت يا دكتور تفيدنا يعني في أسطوب العلاج وطريقته اه ما هو أكيد أنا كدكتور مش جاي هنا أشرح وصفة عمل وراء العنب بالزبادي أنا كدكتور أكيد جاي أشرح المرض وعلاجه وعراضه فلو سمحت ما تقطعنيش تاني طيب اتفضل اتفضل يا دكتور مش أقطعك أول مرض معنا اسمه ليكافوميا 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 ده مرض بيظهر لما المريض ينظر لنفسه في المراية لا يرى إلا الحواجب فقط وباقي الوش فاضي فبيبدأ بطرح بعض الأسئلة الغير منطقية نهاردة ما يجي يقولك مثلا حلب بتولع حلب بتولع حلب بتولع مش معنا حلب بتولع النهاردة ما عشان بتولع النهاردة قلنا حلب بتولع النهاردة لو بتولع انبارح كنا قلنا انبارح بالزبط كده ولما بيزداد تركيزه على الحواجب ولا يجد غيرها فبتبتدي حالة الإنكار تزيد عنده لدرجة انه ما بيشوفهاش هي كمان نهاردة ما يجي يقولك مثلا الشرطة بتوقف في كمان بتوقف الشباب اللي معهم عربيات وبيحجزوهم وبياخدوهم اللقسام يعزب كلام هو ده الشغل اللي بيشتغلوه أهل الشر وده طبعا كله كدب يا دكتور كدب منهي معنى بالمعنى اللي خلينا نضمن نكمل البرنامج خش على المريض اللي بعده يا دكتور المرحلة اللي بعدها دي بتكون أخطر مرحلة على المريض وساعتها ما بينفعش معاه أي نور من أنواع العلاج علاج علاج داعر والله العظيم داعر بيخلي الواحد يجي بينه وبين نفسه يا سيد أحمد يقولك أنا آسف يا خي دي أخلاق الخرفان المحترمة وانزلت الكلاب دي بالجزمة أنا آسف يا خي ماشين الوقتي بطريقة القافلة تسير وكلاب تعوي احنا لغاية دلوقتي يا دكتور القافلة هي اللي وقفة والكلاب بس اللي بتعوي بالزبط وفي الوقت دوت المريض ما بينفعش معاه أي نوع من أنواع العلاج سوى أن يتم تركه في صحراء ومعاه متعلقاته الشخصية بجانبه طبعا يا دكتور احنا مشهورين عالميا بالموضاء ده صحيح المرض التاني معانا هو مرض انتشر جدا في الخمس سنوات الأخيرة تحديدا وفي المرض دوت بيتم إظهار ما يجب إخفاؤه وإخفاء ما يجب إظهاره مع عدة محاولات لإخفاء الاتنين أنا أكون مهني شريف موضوعي وطني محترم ما حاولتش أطبل ما حاولتش أضحك على الناس ما حاولتش أزاي في الحقيقة طب ما قالوا ده يا دكتور مان كويس أهو اتقل إن أنا عارف إن أعداءنا أعداء المشروع الإسلامي كتير جدا 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 وبتنسب المشروع نفس الإسلامي ليه أنا ابن المشروع ده بمعنى إيه الرئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس مبارك هو خط أحمر لأي شيء ما حاولتش أطبل ما حاولتش أضحك على الناس ما حاولتش أزاي في الحقيقة ده بقى اسمه الكلاريزيشن يا ساتر يا رب الله محفظنا انت لسه شفت حاجة المرحلة التانية من المرأة دوت بتخليك تفقد الأمل في شفاء المريض نهائيا واسمها العلمي مرحلة العيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك أنا الحقيقة حزين 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 أختلف تماما مع هذا مع يوسري فوضة أنت محرد على العنف أنت لا ما تفرقش شيء عن الإخوان وده طبعا نتيجة تعدد الشخصيات اللي تتصارع جوا بالظبط كده وده بيقوده لنهاية حتمية مرحلة الوهم الكاذب بشرح لي صدري واسلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول النهاردة تقريبا هبقى آخر يوم أطلع على حضراتكم من قناة العاصمة يغز علي أن نفتح تلفزيون القناة العاصمة الساعة 8 وما لايش الأستاذ سيد موجود أرهناك هيرجع تاني؟ طبعا المرض مستوطن في جسمه مايرحموش منه إلا الموت يلا ربنا توليك